انتهت الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولاية المتحدة بمواقف سياسية عراقية متباينة ازاء مخرجات هذا الحوار خاصة وانه نص على جدولة التواجد الامريكي من خلال سحب الجزء الاكبر منها الى خارج البلاد والابقاء على عدد رمزي للتدريب والدعم اللوجستي بعض الاطراف الشيعية خصوصا الجناح المقرب من ايران انتقد غياب الجداول الزمنية لهذا الانسحاب لكن اطرافا شيعية اخرى اشادت بهذا الاتفاق وهو ما يعكس حجم الانقسام داخل البيت الشيعي الخلافات في البيت الشيعي لا زالت تلقي بظلالها حتى على الحوارات الاخيرة فمنهم من يرى وجود قوات التحالف والقوات الامريكية ضرورة مهمة لانه لا يزال تنظيم داعش وهدت الاراضي العراقية وايضا هناك فصائل مسلحة لا تأتمر بهيئة الحجر الشعبي مما يرون ان وجود قوات التحالف في حماية من كل هذه الاشياء المباحثات وصفت دور الميليشيات المقربة من ايران بالتخريبي وتعهد طرفاء الحوار بمكافحة الخروج على هيبة الدولة في محاولة لطمأنة الاطراف التي تتخوف من الانسحاب الامريكي يعتقد المكون السني ان وجود قوات التحالف بغطائها الجوي بمعلوماتها الاستخبارية تساعد القوات العراقية بحماية مناطقهم واراضيهم الذي يفتك داعش ولا زال يفتك بهذه الاراضي ويعتقدون ايضا ان وجود هذه القوات هي حماية لمكتسباتهم الموقف الكردي كان من بين المواقف الاكثر وضوحا في العراق اثتم الاعلان عن الاستعداد لمنح الامريكيين قواعد على ارض تابعة للاقليم بقاء قوات التحالف امر ضروري جدا لانه حتى الان لم نشهد وجود جيش وطني لا يوجد توازن في داخل مؤسسات الجيش العراقي اليوم الميليشيات هي اطول يدا من الحكومة واطول يدا من الجيش كل هذا يؤدي بالجانب الكردستاني الى البقاء الى مزيد من البقاء لقوات التحالف الى ان يتشكل جيش وطني يمثل كافة الطيف العراقي ويرى مراقبون ان الانسحاب الامريكي من العراق يؤدي الى تمدد الاذرع الموالية لايران بشكل اكبر وقد يهدد حتى القرار السياسي العراقي ترى الادارة الامريكية ان سحب القوات الاجنبية من العراق سيولد فراغا تسارع ايران الى ملئه بمزيد من النفوذ السياسي والعسكري ولان الولايات المتحدة ترى في العراق شركا ستراتيجيا فانها تسعى الى ابقاء عدد من القوات لضمان امن الحلفاء وتوازن القوى في البلاد يوسف الحسيني الحرة اربيل اشتركوا في القناة